تور إيه أبرز مخرجات الحوار الوطني حتى الآن في ملف الاستثمار الجميع أنتظر مخرجات الحوار الوطني لتحقيق انفراجة استثمارية طبعاً إحنا في الحوار الوطني لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي عقدت أربع جلسات وكان فيه جلسة مشتركة مع لجنة الصناع ودي كانت أول جلسة مشتركة باللجنتين أهم المعطيات اللي خرجنا بيها من الخبراء والأحزاب السياسية وكمان المشاركين ممثلين للدولة سواء كان هاية الاستثمار وهاية تنمية الصناعية لقينا أن رقم واحد إحنا ما زلنا بندور وبنتحدث دائماً عن الجهاز الإداري والبيروكراطية ما زلنا محتاجين حل ناجز وعاجل لهذه المشكلة رقم اتنين إن إحنا محتاجين خريطة استثمارية حقيقية لمصر فيها كل الفرص واضحة وتكون الخريطة دي أبديتد مش عايز أقول يومي ولكن حتى أسبوعي فيقدر المستثمر هو فلده بيدخل على البلادفورم ده يعرف إيه الفرص إيه الروماتيريال اللي عندي إيه الخامات المتوفرة إيه المزايا إيه القوانين المفعلة لتحفيز الاستثمار طلعنا برضو ببعض التوصيات إن إحنا محتاجين نشتغل على قانون الاستثمار رقم اتنين وسبعين لسنة ألفين وسبعتاشر محتاجين نبص على القانون ده القانون محترم جداً في حوافز ضخمة جداً للمستثمر ولكن ما زالت هناك قوانين أخرى وفاعلة وشغالة بتتعرض مع بعض هذه القرارات والقوانين المجلس الأعلى الاستثمار برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر اتنين وعشرين قرار كانوا بيحلوا بعض هذه التشابكات مجلس الوزراء من أيام قليلة صدق على خمس قرارات وزرية وأحال بعض التشريعات للبرلمان لبرضو تفعيل وتنفيذ قانون الاستثمار على الأرض فنقدر نقول إن لجنة الاستثمار الخاص إحنا حطنا قدينا على بعض المشكلات حللنا الواقع وعندنا لسه قرش عمل شغالة مع الخبراء مع رجال الأعمال جماعيات المستثمرين عشان نطلع بخطة متكاملة إحنا مش عايزين نقول كلام في المطلق أو كلام عام ده تكليف من سيادة الرئيس للحوار الوطني إن إحنا نطلع بتوصيات وهو سيادته قالها صدق عليها فورا فلازم نطلع حاجة برضو محترمة وفيها كل التفاصيل وخطوات التنفيذ